بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلسنا السادس من مجالس المدخل إلى علم الصرف بعد أن تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن تعريف علم الصرف وما يدخل في هذا العلم وهذا الكلام كله في المقدمات كما قال جعله في مقدمات وتحدث كذلك عن أبنية الاسم الأصلية وأبنية الفعل الأصلية وتحدث عن الاسم الثلاثي والرباعي والخماسي ثم تحدث عن المزيد وأنواع الزيادة وتحدث خلال ذلك عن الميزان الصرفي وبينا أهمية الميزان الصرفي وأنه شفرة هذا العلم وكلمة السر في هذا العلم ثم تحدث بعد ذلك عن المشتقات وأن المصدر هو الأصل الذي تصدر عنه جميع المشتقات وتحدث عن مصادر الثلاثي القياسي منها والسماعي شرع اليوم في الباب الأول فاليوم بعون الله تعالى نشرح الباب الأول من أبواب هذا الكتاب عنوان الظرف في علم الصرف والباب الأول في الفعل قال رحمه الله تعالى هو ثلاثة أنواع ماض كقام وأقام ومضارع كيقوم ويقيم وأمر كقم وأقم لعله يلفت نظركم من البداية أن المصنف رحمه الله ذكر مثالين لكل فعل لما فعل ذلك ينبغي أن نسأل أنفسنا لما فعل ذلك أراد أن يأتي بمثال للمجرد وبمثال للمزيد ويقول لنا إن الفعل إما أن يكون مجردا أو مزيدا سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا ولذلك ثنى بقوله وينقسم الفعل باعتبار التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد فانظروا كيف بيّن ما أشار إليه من خلال الأمثلة قال وباعتبار الحركات والسكنات مع ذلك إلى ستة وثلاثين بابا ستة للثلاثي المجرد إذن أبواب الفعل مجردها ومزيدها وباعتبار حركاتها وسكناتها ستة وثلاثون بابا قال ستة للثلاثي المجرد وقد أشرت إليها سريعا في درس سابق أثناء الكلام على أبنية الفعل الأصلية أثناء الكلام على الثلاثي وأنه يكون بفتح العين فعل أو ضم العين فعل أو كسر العين وبينت أن هناك ستة أبواب للثلاثي المجرد بحسب حركة العين في الماضي والمضارع فانقسام أبواب الثلاثي المجرد إلى ستة إنما هو بحسب حركة العين فانظروا قال الأول فعل بفتح العين يفعل بضمها نحو نصر ينصر وقال يقول ومر يمر وغزى يغزو فانظروا نصر ينصر عين الكلمة كما اتفقنا عين الكلمة هو الحرف الثاني الأصلي عين الكلمة صاد وهي في الماضي مفتوحة وفي المضارع مضمومة فإذن هذا الفعل من الباب الأول بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع لما أتى المصنف بأكثر من مثال يبدو أن الأمثلة مقصودة نعم انظروا قال يقول أين عين الكلمة ستقولون لي في الماضي هي الألف صحيح هي الألف وهذه الألف يا كرام حرف عل فإذا عين الكلمة هنا حرف عل وإذا كانت عين الكلمة حرف عل فإننا نسمي الفعل معتلا أجوف هذا فعل معتلا أجوف والألف أصلها الواو بدليل أنك تقول في المضارع يقول وتقول في المصدر قول انظروا إذن الألف أصلها الواو الآن القاعدة التي أشار إليها المصنف من خلال المثال أحيانا المصنفون لا يطولون الكتب ينثرون بعض القواعد من خلال الأمثلة يكملون بعض القواعد من خلال الأمثلة وهذا ما فعله الإمام بن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته كثيرا ما كان يتم القاعدة بالمثال انظر هنا قال يقول الألف الفعل معتل أجوف فهمنا ما معنا معتل أجوف عينه حرف عل والألف هذه أصلها وو قال إذا كان الفعل معتلا أجوف فواويا فإنه يكون من الباب الأول قال يقول صام يصوم جاد يجود عاد يعود هذا كله من الباب الأول وعلى هذا فعاد أصلها عوادة قال أصلها قوالة تمام؟ هذا سنبينه إن شاء الله تعالى في الإعلال طالما أن أصلها قولة فلماذا تحولت الواو إلى ألف؟ ما العلة في ذلك؟ سندرس هذا في باب الإعلال إن شاء الله ثم مر يمر مر يمر ولو أتى بمثال آخر لك أنا أحسن مثل عد يعد صد يصد انظروا صد يصد هل الفعل صد متعد أو لازم؟ صدتك عددت المال شددت الحبل وهذا الفعل انظروا شد عد صد مد رد مر عينه مثلا مر عينه رأ ولامه رأ عينه ولامه من جنس واحد هذا الفعل يسمى مضعفا مضعف الثلاثي تكون عينه ولامه من جنس واحد نفس الحرف مر رأ عد دال ودال صد دال ودال وهكذا إذا كان الفعل مضعفا متعديا فإنه يكون من الباب الأول وعلى هذا مر يمر أصله مار يمر يمر مار فتح العين يمر يمر بضم العين في المضارع ثم حصل إضغام سنتكلم عليه في التفصيل إن شاء الله وتعالى في المكان الذي خصصه المصنف رحمه الله غزا يغزو غزا يغزو انظروا بفتح العين في الماضي وضميها في المضارع غزا لامه حرف عل والألف هذه أصلها صار الأمر يسيرا عليكم أصلها واو أصله غزا و كيف عرفنا أن أصلها واو قل بالكلمة أنت الآن مع علم التصريف صر في الكلمة غزا يغزو الغزو غزوت إذن الألف أصلها واو ولذلك إذا كان الفعل معتل اللام وألفه أصلها واو فإنه يكون من الباب الأول غزا يغزو رجا يرجو غزا يغزو كسا يكسو وهكذا فإذا صار عندنا الباب الأول يكون في المعتل الأجوف الواوي وفي المضع في المتعدي وفي الناقص الواوي الناقص هو الذي تكون لامه حرف عل الذي تكون لامه حرف عل يضطرد ينقاس الباب الأول من أبواب الثلاثي المجرد في هذا نحفظ هذا جيدا وأرجو أن تدون الباب الثاني فعل بفتح العين يفعل بكسرها نحو جلس يجلس وباع يبيع وفر يفر ورمى يرمي ووعد يعيد ووقى يقي ويسر ييسر جلس يجلس عينه مفتوحة في الماضي وكسورة في المضارع والعين هنا هي اللام عين الكلمة هي حرف اللام هل هناك مواضع ينقاس فيها الثلاثي المجرد أو ينقاس فيها الباب الثاني فعل يفعل نعم ثم مواضع انظروا الآن نحن قلنا في الباب الأول عندنا المعتل الأجوف الواوي هنا المعتل الأجوف اليائي باع يبيع الألف أصلها ياء فإذن سيكون الفعل من الباب الثاني باع يبيع وهكذا تقول مثلا غير باع يبيع تقول ما دا يميد ما لا يميل وهكذا هذا من الباب الثاني بفتح العين في المضارع في الماضي وكسرها في المضارع وأصله ما لا أصله ميال باع بيع وهكذا ثم ثر يفر ثر ثر بمعنى هزمة وهو فعل مضعف لأن عينه ولامه من جنس واحد الآن فر هو مضعف متعد أو لازم هل يأخذ مفعولا به أو لا يأخذ ننظر ثرت من قسورة في قوله تعالى لم يأخذ مفعولا به إذن القياس القاعدة أن يكون من الباب الثاني ثر يثر شذ يشذ بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع نعم أقول جد يجد جد في الطلب بمعنى اجتهد جد في الدراسة يجد بالكسر بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع وأصله ثرار يفرير فعل يفعيل ثم حصل إدغام وسنبينه في مكانه إن شاء الله ورما يرمي هذا الفعل معتل ناقص الحرف الأخير حرف علة فإذن ننظر إلى الألف هل أصل هواو أو ياء أصلها ياء رما رميت أرمي الرمي أصلها ياء فإذن سيكون من الباب الثاني رما يرمي هدا يهدي سقا يسقي وهكذا وعد يعيد وعده هذا أيضا فعل معتل أين حرف العلة في الأول ماذا نسمي أول حرف أصلي نسميه فاء الكلمة فاء الكلمة حرف علة إذن هذا الفعل معتل مثال وحرف العلة هنا واو معتل مثال واوي المعتل المثال يكون من الباب الثاني وعد يعد يسر ييسر هذا معتل مثال يكون من الباب الثاني أو كانت فاؤه حرف علة قد تكون فاؤه ولامه حرفي علة المهم أن الفاء حرف علة انظروا وقى يقي هذا أيضا من الباب الثاني فتحصل عندنا أن الباب الأول يطرد يعني يكون قياسا في الأجوف الواوي والناقص الواوي والمضع في المتعدي وأن الباب الثاني يطرد في الأجوف اليائي والناقص اليائي والمضعف اللازم والمعتل بالفاء والمعتل بالفاء مثال وعد يسر وقى وهكذا فإذن هذان البابان الأول والثاني الباب الثالث قال فعل يفعل بالفتح فيهما بفتح العين في الماضي وفتحها في المضارع نحو نهض ينهض فتح يفتح سعى يسعى وضع يضع قال وشرط هذا أن يكون ثانيه أو ثالثه حرفا من حروف الحلق الستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فإذن الباب الثالث مشروط بأن تكون عينه حرف علة مثلا نهض العين هنا هاء وهي حرف علة عفوا بأن تكون عينه أو لامه من حروف الحلق اعتذر أن تكون عينه أو لامه من حروف الحلق نهض عينه حرف حلقي فإذن سيكون من الباب الثالث نهض ينهض تحقق فيه الشرط فكان من الباب الثالث أيضا فتح يفتح جاء من الباب الثالث بفتح العين في الماضي والمضارع لماذا؟ لأن اللام حرف حلقي وهو الحاء سعى يسعى العين حرف حلقي وهو العين ولذلك كان من الباب الثالث وضع يضع اللام حرف حلقي وهو العين لام الكلمة حرف حلقي وهو العين فكان من الباب الثالث إذن شرط هذا الباب أن تكون العين أو لام حرفا من حروف الحلق لكن انتبهوا الشرط لا يستلزم المشروط وهذه قاعدة مشهورة مقررة في علوم الشريعة الشرط لا يستلزم المشروط بعبارة ثانية من شروط الصلاة الوضوء لكن هل هذا يعني أنك إذا توضأت وجب عليك أن تصلي؟ لا الشرط وهو الوضوء لا يستلزم المشروط وهو الصلاة وهكذا فكثير من الأشياء لها شروط لكن تحقق هذه الشروط لا يعني وجوب المشروط لما سقت هذه قاعدة؟ لأقول الباب الثالث شرطه أن تكون العين أو اللام حرفا من حروف الحلق لكن هذا لا يعني أنه إذا كانت العين أو اللام من حروف الحلق فدائما الفعل من الباب الثالث قد يكون من باب آخر انظروا مثلا دخل يدخل العين حرف حلقي وهو الخ لكنه جاء من الباب ما هذا الباب؟ دخل يدخل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع أي باب هذا؟ هذا الباب الثالث الباب الثالث أليس كذلك؟ نعم ليس كذلك الباب الأول فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع فالآن يا كرام دخل يدخل تحقق فيه الشرط لكنه جاء من الباب الأول لا مشكلة في ذلك لأن الشرط لا يستلزم المشروط نعم وهكذا وثمت عديد من الأفعال كانت عينها أو لامها من حرف الحلق وليست من الباب الثالث الباب الرابع فعيل بالكسر يفعل بالفتح نحب عليما يعلم وفريح يفرح وخاف يخاف ووجل يوجل ورضي يرضى وعض يعض هذا الباب الرابع مما يأتي الباب الرابع قال وكثيرا ما تأتي منه الأحزان والعلل وأضدادهما نحو سقيم وحزين وسليم وفرح ومنه الألوان والعيوب والحلاء نحو شهيب وعوير وفليج وبلج الباب الرابع بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع عليما يعلم الآن ستقولون لي قلت قبل قليل إن الفعل إذا كان معتلا أجوف واويا فإنه يكون من الباب الأول مثل قال يقول ستقولون لي انظر إلى خافة خافة معتل أجوف والألف أصلها واو فعلى ما لم يكن من الباب الأول نقول هذه القواعد أكثرية وتخرج عنها أفعال إنما أراد بها الضبط هذا الباب قدر المستطاع لكن انظروا خافة معتل أجوف واوي ومع ذلك ليس من الباب الأول سنقول كيف نعرف أنه ليس من الباب الأول أقول لكم إذا تحولت الأليف إلى واو في المضارع فهذا يعني أن الفعل من الباب الأول قال يقول من الباب الأول جاد يجود ساد يسود عاد يعود مات يموت فإذا لم تتحول الأليف بل بقيت أليفا في المضارع فالفعل من الباب الرابع هذه قاعدة إذا ثبتت الأليف في الماضي والمضارع فالفعل من الباب الرابع تقول خاف يخاف الفعل هنا من الباب الرابع وهكذا نال ينال هاب يهاب وفي لغة بعض العرب يقولون مات يمات مات يمات وعلى هذا الفعل هنا من الباب الرابع كيف عرفنا ذلك ثبتت الأليف في الماضي والمضارع بقي أن نقول إن خاف أصلها خويفة يخاف أصلها يخوف فعيل يفعل هاب يهاب هيب يهيب نال ينال نيل ينيل نعم وهكذا أيضا وجل يوجل جاء من الباب الرابع مع أن أول حرف منه حرف علة لكن جاء من الباب الرابع لم يأتي من الباب الثاني وهذه القواعد أكثرية كما قلنا رضي يرضى معتل ناقص آخر حرف علة وحرف العلة ياء لم يكن من الباب الثاني كان من الباب الرابع عض يعض عض يعض عض أنامله ندما عض فعل متعد عض أنامله وهو فعل مضعف مضعف متعد كان القياس أن يكون من الباب الأول مثل مد يمد شد يشد رد يرد لكن جاء من الباب الرابع عض يعض ما قلنا يعض انظروا إلى قولي تعالى يوم يعض الظالم على يديه يعض الظالم على يديه إذن جاء من الباب الرابع وعلى هذا عض يعض أصله عضيض يعض ثم حصل الإدغام إدخال الحرف الأول في الثاني عضيض يعض مما يأتي هذا الباب قال من الأحزان سقيمة حزينة والعلل كذلك مريضة وأضدادهما سليمة فريحة نعم ويكون أيضا في الألوان تقول حمير يحمر سويد يسود من الباب الرابع والعيوب الخلقية مثل عريج يعرج نعم عمي يعمى هذا من الباب الرابع والحلاء الخلقية كما نقول فليجت أسنان المرأة والفلج تباعد ما بين الأسنان وهو صفة مستحسنة والتباعد غير الفاحش صفة مستحسنة في الأسنان فليجت الأسنان تفلاج هذا من الباب الرابع وبليج وجهه يبلج بمعنى أشرق وأنار وكان عليه الصلاة والسلام أبلج الوجه أي مشرق الوجه منيرة بليج يبلج وقيل إن البلج هو تباعد ما بين الحاجبين وخلوه من الشعر خلوه هذه المنطقة من الشعر هذا يقال له البلج بليج يبلج نعم إذن هذا أيضا من الباب الرابع فيكون الباب الرابع كما قلنا في الأحزان في العلل في أضدادهما كذلك وفي الألوان وفي العيوب والحلل خلقية الباب الخامس فعل يفعل بالضم فيهما أي بضم العين في الماضي وضمها كذلك في المضارع قال وهو للأوصاف الخلقية والتي لها مكث أو مكث وهو للأوصاف الخلقية والتي لها مكث نحو حسن يحسن وكرم يكرم وسر ويسر الآن حسن يحسن هذا وصف خلقي كرم يكرم سر ويسر إذا كان شريفا سيدا فنقول فلان سري بالسين لا ثري بالثاء ورب ثري غير سري السري الشريف السيد إذن سر ويسر هذه أوصاف لها مكث ولذلك يعبر بعض العلماء عن الباب الخامس بأنه باب الطبائع والغرائز أفعال الطبائع والغرائز المستقرة في النفس هذه من الباب الخامس عظم يعظم شرف يشرف جمل يجمل كرم يكرم حسن يحسن هذا من الباب الخامس أفعال الطبائع والغرائز والسجايا والأوصاف الخلقية وكل ما له مكث نعم كالكرم وغيره كما قلنا لذلك لا نقول كرم يكرم لإنسان حصل منه الكرم بالخطأ لا نقول هذا إنسان بخيل لكن تكرم مرة واحدة لا نستعمل منه هذا الباب هذا الباب للطبائع والسجايا نعم سروا ويسروا كما قلنا الباب السادس قال فعيل يفعيل بالكسر فيهما بالكسر في الماضي والمضارع قال وهو قليل ولذلك رتبوه فجعلوه سادسا لقلة أفعاله أما في الصحيح فلم يأتي منه إلا ثلاثة أفعال وهو حسيب يحسب في لغة تميم يقولون حسيب يحسب وفي اللغة المشهورة يقولون حسيب يحسب من أي باب هذا؟ تذكروا هل هو من الباب الخامس؟ حسيب يحسب من الباب الرابع بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع حسيب يحسب هذه اللغة المشهورة وتميم تقول حسيب يحسب الباب السادس وأيضا نعم ينعم من الباب السادس واللغة المشهورة نعم ينعم ويبس ييبس من الباب السادس والمشهور يبس ييبس نعم في الصحيح جاء منه فعلان عفوا جاء منه فعلان حسب يحسب ونعم ينعم وفي المعتل جاءت منه أفعال بعضهم أحصاها في ثلاثة عشر وبعضهم زاد على ذلك ومثل لها بقوله وريث يريث ولي يلي وريث يريث انظروا بكسر العين في الماضي والمضارع والعين هنا الرأ ويريث كما سندرس إن شاء الله تعالى في الإعلان أصلها يوريث يوريث فحذفت الواو لوقوعها بين يا إم مفتوحة وكسر سنتكلم على هذا في بابه ولي يلي نعم وتقول أيضا وميق يميق بمعنى أحبة نعم ووجد عليه يجيد بمعنى حزين نعم ووعيق عليه بمعنى عجيل استعملوا هذا الفعل كذلك وعيق يعيق نعم وكذلك وفيق أمره أي صادفه موافقا وفيق يفيق بكسر العين في الماضي والمضارع وهذه كلها أفعال حذفت فيها ألفاء من المضارع وفق يفيق أصله يوفق نعم ووقها له أي سمع وقها يقيه هذا أيضا من الباب السادس نعم ووكما يكيم أي اغتم هذا أيضا من الباب السادس ورع عن الشبهات يريع وثق به يثق وريك يريك أي الطجعة وريما الجرح يري وكذلك وري المخ بمعنى اكتنزة فهذه أشهر الأفعال وهي المشهورة هي الثلاثة عشر المشهورة التي جاءت من هذا الباب من الباب السادس وبعضهم زاد أفعالا أخرى وأوصلها تقريبا إلى ثلاثين فهذه جملة أبواب الثلاثين مجرد الباب الأول بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع الثاني بالفتح في الماضي والكسر في المضارع الثالث بالفتح في الماضي والمضارع الرابع بالكسر في الماضي والفتح في المضارع الخامس بالضم في الماضي والمضارع السادس بالكسر في الماضي والمضارع وجمع بعضهم أبواب الثلاثين مجرد في بيت لطيف فقال فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان هذه هي أبواب الثلاثي المجرد ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله أو هذا المبحث بقوله وكل هذه الأبواب تكون لازمة ومتعدية إلا الخامس فلا يكون إلا لازمة الباب الخامس باب الغرائز والطبائع والسجاية المستقرة في النفس لأنه لا يفعل بغيره شيئا وإنما يستقر في نفسه الكرم يستقر في نفسه الجود يستقر في نفسه الحسن وهكذا فالباب الخامس لا يكون إلا لازمة نكتفي بهذا القدر اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته